اشتركوا في القناة القمر مازل موجود بالعقرب رح ينتقل للقوس هو متواجد اغلب اليوم في منزلة الشولة وهي للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط اما بالنسبة الى تأثير القمر على كافة الابراج لغاية ساعات الصباح بما ان القمر رح يكون موجود بالعقرب فمنلاقي انه الفترة هاي بنكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا بنحبه بشدة يا بنكرهه بشدة بنشعر بانتقاد الغير وحدته بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التأمين قراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم وشراء بيت اما بالنسبة للزوايا في زوايا ذكرناها احنا بالامس رح نعيدها وخصوصا اللي رح تكون بعد حلقة اليوم اول زاوية رح تكون زاوية تزديس ايجابي بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وسبع دقائق بعد العصر منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر ونبتون رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وسبع عشر دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيج بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بمجالات كالفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة ثمانية واربع دقائق مساء بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل وهي اخر زاوية رح تكون زاوية تزديس ايجابية بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة اربعة ودقيقة صباحا بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية بالنسبة لبعد هاي الزاوية او هي هاي الزاوية بتكون اشارة لبدء خلو المسار خلو المسار رح يكون في تمام الساعة اربعة ودقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة سبعة واربع وعشرين دقيقة صباحا يعني معدل تقريبا ثلاث ساعات او ساعتين ونص ولما بنتقل القمر عادة من برج لاخر ما بيشكل زوايا مع الكواكب فعشان هيك احنا منسميها فترة خلو المسار هاي دائما بصير في فترة الانتقال هاي الفترة فترة نحسة وهي لا تصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا وبشمل ذلك جميع الابراج دون استثناء لا توقيع عقد ولا خطوبة ولا زواج ولا شراء شيء ثمين الساعة سبعة واربع وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر بيكون استقر في القوس وهاي الفترة على طول الخط تأثيرها بتصير علينا كلنا بنشعر بابتهاج وبنجد الناس اكثر مرحا وبننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا الى عالم الفلسفة او الدراسات الدينية من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرات بوسعنا اقتراض مال ودراسة لغة جديدة والاستماع او الاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد او التعامل مع الاجانب او اشياء العلاقة بالتعليم والدورات والاشياء هاي اما بالنسبة للزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل ما بعد انتهاء خلو المسار هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة 7 و 46 دقيقة مساء منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا وبنتلقى المساند والدعم من الاصدقاء وبنتجه لتغريب العقل وبنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبما انه كل هاي الزوايا ايجابية اللي رح تصير ابتداء من الحلقة لغاية بكرة في نفس الموعد هاد يعني او لغاية المساء والقمر في حالة نمو فهاي الفترة ممتازة جدا لعمليات التجميل ممتازة جدا لاي شيء العلاقة بالشعر او قص الشعر او تجميل الشعر او معالجة الشعر او انبات الشعر اللي بكون عندهم مشاكل او تقصف او تساقط او ضعف الشعر الفترة هاي بيقدروا انهم يعالجوه ولو قصوا اطرافه بساعد على النمو وعلى تخانة الشعر او خمالة الشعر بالنسبة للقمر لما بكون موجود بالقوس معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم واحد وثلاثين سبعة في منتصف الليل تقريبا يعني اول ساعات منتصف الليل او اول دقائق بعد منتصف الليل يعني ساعة اطناعش وسبعة دقائق بعد منتصف الليل خلو المسار بيبدأ من هذا الوقت وبينتهي او بيستمر لغاية الساعة القمر في العقرب والقوس حتى يوم واحد وثلاثين سبعة المزاج سعيد عطارد في السرطان حتى يوم خمسة ثمانية المزاج منتحس الزهرة في الجوزاء حتى يوم سبعة ثمانية المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم تسعة تسعة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اتناعش تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين تسعة مزاجه منتحس أورانوس في الثور حتى يوم 15-8 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه منتحس بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة للبيت الأول بنظل فيه نوع من أنواع الضغط والتوتر والعصبية والتقلب بالمزاج أو الحدية أو يعني نوع من أنواع الضغط الغير مبرر أو مش معروف شو أسبابه بتحس إنه فيه طاقة سلبية عالية جدا موجودة عندك تدفعك للتهور والعصبية والإنفعالات أو الغضب السريع أو التقلب بالمزاج خلال هذا اليوم فاليوم بدك تنتبه إنه ممكن أن تتوجه كلام جارح وقاسي لبعض الأفراد بدك تكون حذر من هاي النقطة أما بالنسبة لما بعد صباح الأجواء تقريبا بتصير ألطف شوي مش كثير بسبب انتقال القمر للبيت التاسع فعشان هيك يعني شوي بتحسن مزاجك في بعض الأمور أو ممكن أشخاص تدخل بعض التعديلات على مزاجك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا أورانوس موجود وهو ممتزج يعني بمعنى أنه متقلب ما بين نحوس وسعادي طول اليوم فعشان هيك بحدث بعض المفاجآت على المستوى المالي أو على المصريف أو الدفعات أو على الاهتمامات المالية أو ممكن يفاجأك وضع مالي معين في منكو ممكن أنه يدخل بعمل إضافي مثلا أو يجي نوع من أنواع الدعم أو مصريف بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة ودعمة لإلك على مستوى الحوارات والاتصالات وانت نشط جدا وبتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال هذا اليوم فما داعي للعصبية في أثناء الحوارات لأن الأجواء مناسبة لإلك فأنت ممكن عصبيتك هاي تعطل عليك بعض المسائل ممكن تنشط بتنقلات أو رحل أو زيارات أو من مكان لمكان تتنقل أو يكون لك اهتمام على موضوع العلاقة بالسيارة أو بالاتصالات أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا عطارد بما إنه منتحس وهو في البيت الرابع فعشان هيك بسبب بعض المشاكل أو الخلافات أو النقاشات أو في عطل أو مسألة عائلية ممكن تظهر خلال هذا اليوم ممكن إنها شوية تشدك أو تخليك تدخل في بعض الأمور ولكن بدك تبتعد عن القرارات اللي ممكن في لحظات ما تكونش يعني لمصلحة طرفين فحاول إنك تحاور بسلاسة قارب بوجهات النظر وما تخلي هاي المسائل الطارئة أو المشاكل إنها تأثر على تصرفاتك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء برضو الشمس بما إنها موجودة في البيت الخامس صحيح إنها بتعطيك بعض العواطف أو الاهتمامات في مسائل عاطفية وتخلي عواطفك جياشة اهتمامك بأبناءك أو بأحد الوالدين أو بالحبيب بتكون قوية ولكن سلبية الشمس في هذا المكان ممكن تحدث بعض المفاجآت أو الخلافات أو الصدامات ما بينك وبين الأحبة وممكن قلق على أحد الأحبة برضو أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز عمل معين خلال هذا اليوم أو تهتم بشيء معين إلى علاقة بالعمل أو بأحد زملائك أو رؤساك بالعمل في منك ورح يهتم في بعض الأمور الصحية أو الاهتمامات الصحية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على مستوى بيت الشراكي فبتدعم من علاقتكم وبتعزز من العلاقة مع الشريك وبتعمل نوع من أنواع التقارب أو التراجع عن قرار أو مصالح معين أو لاهتمام بمسألة عائلية أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا القمر موجود لغاية ساعات الصباح فبتظل مشغولين في مسائل مالية أو أمور طارئة أو أمور ترتيب لو دفعات أو قروض أو بتهتم ببعض المسائل المالية خلال هذا اليوم وخصوصا الأموال المشتركة من ساعات الصباح بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تخرج في رحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما كنت أنت تتوقعها بيكون هناك في نوع من أنواع الدعم ممكن يعطيك نوع من أنواع النجاح أو نوع من أنواع الحظ في حياتك العاطفية والعائلية أما بالنسبة للبيت العاشر فما زالت الأجواء ضاغطة على مستوى بيت السمعة فعشان هيك منقول لك دير بالك ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات ولا لمخالفة القوانين ممكن تظهر بعض الأمور الحادة اللي ممكن تهدد سمعتك خلال هذا اليوم أو مشاكل على مستوى العمل تخليك تحتد أو تعصب أو ممكن تدخل بنقاش حاد ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد بيدعمك بشكل قوي فممكن اليوم تعزز علاقة معينة أو تنشط بأمور لها علاقة بالزيارات أو الاتصالات أو الحوارات أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة خلال هذا اليوم أو يكون في تعاون ما بينك وبين أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فما زال الوسواس موجود والمخاوف موجودة على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة لا ما في داعي لهاي الأمور ما تتوسوس وما تتشكك وما توهم أو تتوهم بأنك أنت مريض بشيء عضال ولا أنه في كارثي قاعدة في مكان العمل حاول أنك تتروى شوي تجد الحلول إذا فكرت بعقل وبمنطقية برج الثور طبعا بالنسبة للبيت الأول بما أنه القمر ما زال موجود مقابلك تماما في برج العقرب فهو بحدث نوع من أنواع ضعف الطاقة وبرضو أورانوس اللي موجود عندك بحدث بعض التقلبات على مستوى المزاج بشكل مفاجئ فعشان هيك ممكن تحتد أو تعصب أو يتقلب مزاجك اليوم على أكثر من محور أو على أكثر من شكل أو وجه فحاول قدر الإمكان أنك تمسك حالك من العصبية ومن التهور في إصدار بعض القرارات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة وداعمة على المستوى المالي فبتفتح لك بعض المجالات المالية أو الاهتمامات المالية واليوم من ساعة الصباح ممكن تنشط في مسألة مالية معينة أو عمل إضافي أو تطوير وضع معين مالي ممكن تحصل على مكسب معين أو تهتم لبعض الشؤون المالية زي فوتير أو دفعات أو استحقاغات لا إليك تحصل عليها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ضاغطة ومتقلبة على مستوى أمور إلها علاقة بالبيت الثالث التنقلات والاتصالات والحوارات والامتحانات والنقاشات ما تأمن أو ما تركن على الحضوض لأن الأجواء متقلبة خلال هذا اليوم فممكن تنشحن بطاقة سلبية أو عصبية أو توتر معين أو تقلب بالمزاج في لحظات معينة فحاول قدر الإمكان أنك تنتبه أثناء تنقلاتك وأثناء حواراتك ونقاشاتك إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فبما أنه الشمس موجود في البيت الرابع وعمل زوايا سلبي منتحسي فعشان هيك يكون ضاغط على مستوى البيت الرابع بيسبب بعض التوترات أو الخلافات أو القلق على مسألة عائلية أو نقاش معين أو حوار أو هم من مسألة معينة ممكن يظهر بعض المسائل أو الأشياء اللي تكون مربكة خلال هذا اليوم أو اللي تستفزك حاول أنك ما تتجار معاها وحاول أنك ما تصاعد الأمور وتكبرها حاول أنك أنت تضبط أعصابك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي فبتقارب ما بينك وبين الأحبة وممكن تحل مسألة معينة خلال هذا اليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التفاهم مع الحبيب أو الاهتمام لمسألة بتتعلق بالحبيب وممكن أنك يعني يصير فيه نوع من أنواع التعاون ما بينكم في منكم رح يهتم بمسألة بتتعلق في أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى الوضع الصحي أو إشي بتعلق بالصحة وممكن أنه شوي هيك يتهتم بتغذية أو أمور إلها علاقة بالفيتامينات أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا القمر رح يظل موجود لغاية الساعات الصباح في بيتك السابع فبينصب اهتمامكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء المال أو العاطفة لغاية ساعات الصباح وبتكونوا تديروا بالكم من أي موضوع جديد حاولوا أنكم تركزوا عليه بشكل جيد أما من ساعات الصباح بتنشغلوا في إعادة ضبط أموركم المالية سارع في تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أن تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي ما زال فيها نوع من أنواع الضغط بسبب لك نوع من أنواع التوتر إما بموضوع إلو علاقة بالدراسة أو التعليم أو المؤسسات التعليمية أو أشياء لها علاقة بسفر أو أشخاص خارج البلاد أو أشخاص أجانب ممكن تظهر بعض الأوراق القانونية أو الحكومية اللي بتكون بحاجة للترتيب أو الإنجاز خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة فما زالت الأجواء لصالحك تدعمك على مستوى العمل على مستوى زملائك على مستوى رؤسائك بالعمل وعن مستوى علاقاتك فممكن اليوم تنجز بعض الأمور بشكل جيد جدا وممكن تهتم ببعض المسائل بشكل ممتاز ولكن الأهم أنك أنت تحافظ على هدوءك أثناء التعامل مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فما زال الأجواء هي روتينية تقريبا ولكن تعمل بعض المشاحنات ما بينك وبين بعض الأصدقاء أو لقاء أو تتوتر من ردة فعل لا صديق معين أو محاولة صديق أنه يحشر حاله في حياتك أو يتدخل في شؤونك فهذا الإشي ممكن أنه يستفزك أو ممكن أنه تستاء من تصرف أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا المريخ موجود فما زالت الأجواء يعني ضاغطة وهذا بسبب لك توتر على مستوى العمل وبيحدث مشاكل على مستوى العمل أو توترات أو خلافات ما بينك وبين رؤسائك أو زملائك بالعمل وممكن عمل يتراكم عليك أو ممكن تحس أنك أنت ظلمت في مكان عملك طبعا كل هذا بسبب المريخ وبسبب الزوايا ووجوده ومكانه هذا الوضع ما رح ينتهي بيوم ويومين المريخ موجود لآخر السنة في هذا المكان فعشان هيك يتطلب منك الاهتمام بشكل أوضع وأوفى على مستوى العمل أو التأقلم لحين ما يصير الوضع اللي صالحك في بعض المسائل اللي أنت تقدر تخطو خطوة تكون لمصلحتك ولكن على الوضع الحالي حاول أنك ما تدخل بخلافات ولا صدمات ولا تكبر الأمور ولا تعمل أي إجراء ممكن يكون ضد مصلحتك على المستوى العملي أو كمان برضو على المستوى الصحي لأنه برضو هذا بيضغط بيت المتاعب على الأمور الصحية فما تتعب حالك بزيادة عشان وضعك الصحي ما يتقلب بالفترة هاي برج الجوزاء طبعا القمر موجود في البيت السادس وبيت انتقل مقابلك تماما في القوس بصير مقابلك مباشرة في بيت الشراكة فعشان هيك الضغط اللي انت بتحس فيه أو التقلب بالمزاج هذا اللي بصير معاك فممكن اليوم تحس بطاقة أحسن لأنه شوي الأمور بتدعمك صحيح أنه تواجد القمر بالمقابل دائما بيسحب من طاقتك بيخليك ما عندك رغبي بإنجاز الأمور فممكن بعضك يكون نشيط من تأثيرات الزهرة وأشخاص ممكن يكون عندهم نوع من أنواع الحياة الروتينية أو الاهتمامات الروتينية في بعض المسائل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ضاغطة على المستوى المالي فممكن تظهر بعض المصاريف أو الاهتمامات المالية أو ضغط مالي معين يسبب لك نوع من أنواع التوتر أو القلق خلال هذا اليوم أهميش أنك ترتب وضعك المالي ما في داعي للمصاريف في أيام جاي اللي رح يتحسن الوضع اللي يمقلقك أو مخوفك على المستوى المالي فيها فرص رح تجيك خلال الأسبوع الجاي ممكن يتعدل من الوضع المالي وتصير الفرص أكبر وأحسن ولكن بالفترة هاي حاول أنك أنت تقلل من مصاريفك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا ضاغط على مستوى الاتصالات والحوارات بخلي مزاجك عصبي ردات فعلك سلبية فممكن تصدر قرارات اليوم أو اليوم ممكن يطلع منك كلام جارح ولاذع لبعض الأشخاص ممكن تتهور أثناء تنقلاتك ممكن تسهى وما تنتبه فيصير عطل عندك يا بالسيارة يا تعرض حالك لإصابة أثناء الحركة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى البيت بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أحد أفراد العائلة فممكن تنجز بعض الأمور بشكل جيد أو تعمل تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تهتم ببعض المسائل البيتية زي ترميمات أو تصليحات أو مشتريات أو اجتماع عائلي معين أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي يعني بتقارب ما بينك وبين الأحبة خلال هذا اليوم فممكن تحل مسألة معينة أو تعالج مسألة كانت مقلقة بالفترة الماضية لأحد الأحبة ممكن تهتم ببعض الأمور اللي العلاقة بشؤون التجميلية أو التجميل أو إحداث تغييرات عقصة الشعر أو أشياء من هذا القبيل ولكن الأهم أنك أنت تعمل تقارب جيد ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم وممكن يكون لك اهتمام مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالقمر موجود فيه وبظل غاية ساعات الصباح فعشان هيك بظل اهتمامك على مستوى العمل وإنجاز ما تراكم من العمل خلال الأيام الماضية ممكن ما اهتمام على مسألة إلها علاقة بالعمل همتك أو ضغطتك بالفترة الماضية أهم شيء إن كنت تنتبهوا لصحتكم أما في ساعات الصباح بتنجحوا في التفاهم مع شركائكم بوسعكم إتبام مسألة إلى علاقة بالخطوبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري هاي الفترة برضو بكون فيها نوع من أنواع السلبية لأنه ضغط أو ضغط الطاقة عندك بيكون قليل جدا فعشان هيك بتكون فترة ضغطة وما بينفعك فيها سوى الصبر والمروني ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات خلال هذا اليوم ولكن حاول إنك ما تتجار معها عشان ما تصير ضدك أما بالنسبة لبيتك الثامن بيت الثامن جدي طبعا المشتري زحل بلوتو بتراجعوا كلهم في هذا البيت فعشان هيك بيضغط على مستوى الأموال المشتركة أو أمور مستحقات مالية لإلك أو خلاف على وضع مالي معين أو تقلق من بعض التسويات أو أمور أموال يعني ممكن أن يصير عليها بعض المشاكل اضطرابات على مستوى أمور إلى علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو أموال الشريك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مع مؤسسات تعليمية أو ثقافية ممكن يصير لك تعاون ما بينك وبين أحد الأشخاص خارج البلاد أو أجنبي عنك أو أمور إلى علاقة بمؤسسات قانونية أو حكومية بتحاول تنجز بعض الأوراق أو المعاملات أو تتمم بعض المطالبات أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فطبعا ما زالت الشكوك موجودة والضغوط موجودة والحظ مش موجود على مستوى العمل وعلى مستوى تعاملك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل فممكن يخذلك في مسألة معينة ممكن يصير ضغط على مسألة من هذا النوع ممكن تنشحن بطاقة سلبية فتضطر أنك أنت تتجازف بأمور إلها علاقة بالسمعة فحاول قدر الإمكان أنك ما تخالف القوانين ما تدخل بأعمال مشبوهة ما تتسرع بقراراتك وراجع دائما كل النقاط قبل التوقيع على أي ورقة أو عقد أما بالنسبة لبيتك 11 فالمريخ طبعا موجود بيضغطك على مستوى بيت الأصدقاء بيخلي فيه نوع من أنواع الضغط أو السلبية أو بتنشحن بطاقة سلبية أو ممكن أنه يخيب أملك أحد الأصدقاء في مسألة معينة وممكن تحتد وتعصب من تدخل بعض الأصدقاء بشؤون حياتك ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن الأهم أنه استياءك من تصرف بعض الأشخاص بلاش يظهر على الساحة أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء متقلبة من أورانوس بيحدث بعض المشاكل على مستوى العمل وبرضو بيحدث مشاكل على مستوى الصحة فبدك تراعي عملك وتراعي صحتك وتكون حذر وتنتبه ما في داعي للمجازفات أو المخاطرات بالفترة هاي أو أنك أنت تخطأ خطأ فيكون عواقبه وخيمة برج السرطان طبعا الأجواء بتكون دعملة إلك لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بيصير في نوع من أنواع الضغوط حاول أنك أنت تستغل الفترة هاي وخصوصا على مستوى بيتك الأول صحيح أنه في تقلبات من عطارد وبضغطك في بعض المسائل أو بيقلب مزاجك أو بيخلي في نوع من أنواع المخاوف موجودة عندك حاول قدر الإمكان أنك ما ترضخ لهاي الأمور واستفيد من الحركة اليومية لباقي البيوت بشكل إيجابي وإحذر من السلبيات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء برضو في أمر مالي مقلق بالنسبة لإلك أو لتفكيرك ممكن تجد بعض الحلول لإله بعد ساعات الصباح أو تظهر بعض المسائل اللي شوي ممكن تكون مربكة خلال هذا اليوم أو مصاريف الزيادة أو دفعات أو قلق مالي من مسألة معينة حاول أنك أنت ما تخلي الأمور تظلها دور في رأسك كثير على أنه شوي أنت بحاجة للتركيز عشان تطلع من هذه الضغوطات بشكل مناسب أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات والاهتمامات ببعض الأشخاص وكتابة رسائل مثلا أو بنود أو شيء لها علاقة من ناقشة مشروع أو التسويق لمشروع معين كلها هاي الأمور بتكون دعمتك بشكل قوي ممكن اليوم يصير لك تعاون مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت برضو جيدة يعني بتدعم من علاقتك ما بينك وبين أفراد العائلة بتعمل تقارب جيد ممكن اليوم يكون في اهتمام أو لمة أو اجتماع أو حل مسألة معينة بتترتب أو على مستوى البيت أو على مستوى العائلة ممكن نشاط عائلي أو اهتمام بمشتريات أو تصليحات أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات الصباح فبتظل الرغبة عندكم قوية في التقرب من أحبائكم وهي المقصود الحبيب والأبناء والوالدين والتفاهم معهم أو يعني حل مشكلة معينة من ساعات الصباح طبعا القمر بنتقل للبيت السادس بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم ولعملكم انتبهوا لغذاءكم وراحتكم كون منظم وأحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك وما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطريت للعمل لساعات إضافية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا ضاغطة وما زالت ضاغطة على مستوى بيت الشراكة فهي بتشكل نوع من أنواع الضغط أو العقبات ما بين المتزوجين وقسم منكم على أمور الهلاقة بالبيت السادس يعني بيظل ضاغط على أمور العمل يعني العمل والصحة والشراكة المالية أو العاطفية هي هاي أسوأ ضغوط موجودة بالفترة هاي عليكم حاول قدر الإمكان أنك تقارب ما بينك وبين الشريك حاول ما تدخل بخلافات ولا نقاشات ولا أمور تهدد مستقبلكم أو استقراركم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فاليوم ممكن تهتم ببعض المسائل المالية أو حل دفعات أو التزامات أو ترتيبات مالية ممكن شوي الوضع يكون مربك ممكن تظهر بعض المسائل أو التعقيدات على المستوى المالي إلى علاقة ببنك أو ضريب أو تأمين ولكن في النهاية لو كررت المحاولة بتحلها وبتمشي الأمور لصالحك أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت بعض الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات الخارجية ضاغطة شوي بتسبب لك خلاف أو سوء تفاهم أو زعل أو عتب على أحد الأشخاص خارج البلاد أو أجنبي مثلا أو مؤسسة تعليمية أو في أكاديمية مثلا أو في أثناء دورة معينة أهم شيء أنه أثناء نقاشاتك وحواراتك واتصالاتك واتصالاتك يعني شوي أحاول أنك تكون منضبط ما تعصب وما تنفعل وما تتهور في منك ممكن ينشط بترتيب بعض الأوراق أو المعاملات القانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فما زال المريخ موجود وبيضغط فعشان يكما نقول لك دير بالك من المجازفات والمغامرات ومخالفة القوانين بالفترة هاي خلي الأجواء تمشي بشكل جيد حافظ على سمعتك ما تدخل بأي خلافات أو جدالات مع رؤسائك أو زملائك بالعمل حاول إذا بتبحث عن عمل أنك تكون جاهز ومستعد ما تخلي أي تصرف من أي شخص أنه يستفزك بالفترة هاي فتعرض عن الموضوع أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا تحدث بعض التقلبات على مستوى العلاقات والأصدقاء فممكن اليوم تهتم بلقاء أو يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو لقاء ولكن أهم إشي أنك تحافظ على ركازتك ورزانتك ما تنفعل وما تعصب وما تنتقد بشكل لاذع ومباشر أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك ما يمكن تعزز بعض المسائل أو يساعدك على إنجاز بعض الأعمال اللي كان صعبة أو صعب أنك تنجزها وممكن تهتم ببعض المسائل الصحية أو رقابة صحية بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج الأسد طبعا بما أن الشمس موجود في البيتر أول عندك وهي ضغطة بشكل سلبي في الفترة هاي بتحدث بعض التقلبات من المزاج أو الحدية بالطباع أو العصبية أو الإحباط أو الملل أو تعطيل بعض المسائل اللي بتمشيش بسهولة بحاجة لتكرار المحاولة أكثر من مرة لحلها طبعا هذا كله بسبب الشمس اللي شكلت زاوية تربيع يعني عنيف شوي مع أورانوس فهي بتحدث دائما مفاجآت وعصبية في الطباع أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا جيدة على المستوى المالي بتحدث بعض التغييرات الإيجابية وبتدعمك في بعض المسائل على المستوى المالي فممكن تحقق بعض المكاسب أو الاهتمامات المالية أو حل وضع مالي معين أو تهتم في مسائل ممكن تنجز من خلالها بعض الاهتمامات المالية ممكن عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو ترتيب وضع مالي معين أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات ممكن تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالتنقلات أو الزيارات أو الرحلات أو تتنقل من مكان لمكان حاول أنك تتركز أثناء تنقلاتك أثناء حواراتك بلاش تتعصب وتحتد ممكن اليوم تقنع أشخاص بوجهة نظرك أو بمشروع معين أو بفكرة معينة تطور من الوضع اللي أنت فيه ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر موجود فيه فبتتركز جهودكم حول إدخال تعديل على علاقاتكم العائلية أو تعاونكم مع أفراد العائلة أو اهتمامات عائلية أو بيتية تصليحات ترميمات مشتريات أو حل مشكلة معينة بتظل الأمور لغاية ساعات الصباح بحديتها ولكن من ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط فلا تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء صحح الأخطاء بالفترة هاي ممكن تتراجع عن قرار كان شوي صعب في الفترة الماضية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ما زالت ضاغطة على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فهي بتحدث بعض المشاكل المفاجئة على المستوى العاطفي وعلى مستوى تعاملك مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين ولكن هاي لمجموعة يعني هاي مجموعة اللي هم موليد العشرية الأولى والثانية من الأسد هاي الأشياء اللي بدهم يكونوا منتبهين منها أما بالنسبة لموليد العشرية الثالثة بدهم يكونوا منتبهين من أشياء لعلاقة بالعمل تقلبات أو مشاكل أو ضغط أو سوء إدارة معينة انتقاد ممكن ما يعجبك سلوك معين أثناء العمل أو ملف أو معاملة أو تنظلم في مسألة معينة على مستوى العمل وبرضه ممكن أنها تصير تقلبات على المستوى الصحي أو أفكار صحية أو مراجعة طبية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك خلال هذا اليوم على مستوى الشراكي وعلاقتك مع الشريك صحيح أن الأجواء روتينية ولكن إجمالا في نوع من أنواع الإيجابية بتدعمك خلال هذا اليوم بتقارب من وجهات النظر ما بينك وبين الشريك أو حل مشكلة معينة أو إنجاز بعض الأعمال المشتركة ما بينك وبين شريك المال أو العاطف اللي هو زي الزوج مثلا أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع الإرباك على المسائل المالية المشتركة فممكن دفعات أو مشتريات أو التزامات أو أمور ممكن تكون معقدة ماليا أو ما تمشي الأمور معك بسهولة في بعض المسائل المالية ممكن تتعطى المسألة في بنك أو ضريبة أو تأمين أو أنه تكرر المحاولة أكثر من مرة لحل موضوع إلو علاقة بالأموال المشتركة أو القروض أو الديون أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأجواء حادة وضاغطة على مستوى الاتصالات والحوارات مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب عنك أو ممكن مراسلات أو تعطيل في بعض المسائل العلمية أو الدراسية أو المراسلات أو أوراق قانونية أو معاملات يعني بضغطك المريخ برضو للمجازفات وللعصبية وللحدية وبرضو بيخليك تتزمت برأيك أكثر أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي إنها متقلبة على مستوى بيت السمعة فما في داعي اليوم ده المجازفات والمغامرات ومخالفة القوانين حاول أنك تكون منضبط وممتزن في تصرفاتك ما تدخل بأي خلاف أو نقاش مع زملائك أو رؤسائك بالعمل ما تهدد سمعتك ولا تهدد مركزك الاجتماعي أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وما زالت بتدعمك على مستوى الصداقة والأصدقاء والتلاقي والدعوات والاهتمامات الاجتماعية اللي بتدعم من وضعك اللي ممكن تستغلها ببعض الأشياء اللي تكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك 12 فأعطارد بيعمل زوايا سلبية فعشان هيك بدك تنتبه من أمور إلها علاقة بتراكم العمل أو عدم الرغبة بإنجاز بعض الأعمال أو توتر على مستوى العمل ممكن برضو أشياء على مستوى الصحة تصير بشكل مفاجئ أو اهتمامات صحية إلك أو لا أحد الأحبة خلال هذا اليوم برج العذراء طبعا بالنسبة للبيت الأول أجواء تقريبا جيدة وتدعمك على مستوى النقاشات والحوارات والتنقلات وعلى مستوى التواصل مع المجتمع مشحون بطاقة إيجابية وعندك قدرة على إنجاز كثير من المهام خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي برضو في بعض الإيجابيات أو الاهتمامات المالية اللي ممكن تهتم فيها خلال هذا اليوم أو تحل بعض المسائل بشكل إيجابي ممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بأموال لا إلك أو عمل إضافي أو تحسين وضع مالي معين أو ترتيب دفعات أو التزامات أو حسابات بتكون شوي بدها نوع من أنواع الاهتمام أما بالنسبة للبيت الثالث فما زال موجود عندك أنت القمر في البيت الثالث لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتظل الأمور اللي بكثرة فيها اتصالات وحوارات وتنقلات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار خلال هذا اليوم ممكن تكثر بنقاش أو جدال على مسألة معينة أو تسويق مسألة معينة أو ترتيب أمور إلها علاقة بالمراسلات أما من ساعات الصباح فالقمر بصير في البيت الرابع لا إلك فعشان هيك بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بتجدوا نوع من أنواع التعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي ممكن تظهر مشكلة شخصية أهمش أنك ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة راعي وضعك الصحي خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ما زالت متقلبة على مستوى العاطفة فهذا بسبب لك نوع من أنواع الخلافات أو المشاكل على المستوى العائلي أو على مستوى بعض الأمور اللي بتتعلق بالأحبة اللي هم الأبناء أو الوالدين ممكن تقلق على صحتهم أو على أحداث بتصير معاهم أهم شيء أنك أنت تتقارب أنت والأحبة اليوم أو تحل مسألة يعني بشكل عقلاني أو بشكل إداري صحيح عشان تقارب وجهات النظر ما بينك وبين الأحبة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع يعني الضغط أو مسألة إلها علاقة بالعمل مقلقيتك أو بتفكر فيها أو يعني عمل جديد أو مراسلات للعمل أو توسيط أشخاص لحل مسألة معينة أو إحداث تغييرات أو حل مسائل إلها علاقة بمشاكل على مستوى العمل برضو في أشخاص منكوا بيعانوا بعض التقلبات الصحية أو القلق الصحي عليهم أو على أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الشد والرخي والنقاشات والحوارات واختلاف وجهات النظر ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفة حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان ما تصعد الخلاف امتص الطاقة السلبية اللي عند الشريك على أساس أنه أنت ما تصدر قرارات تكون عنيفة أو ممكن أنه تحدث بعض المشاكل أما بالنسبة للبيت الثامن فما زالت الأمور ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة بتخليك تغامر في بعض المسائل أو تجازف ممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو إعادة ترتيب وضع حسابي معين ممكن شوي هيك تكون الأمور حادة في بعض المسائل ولكن ممكن تنجزها إن كررت المحاولة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء من أورانوس شوي بتحدث بعض التقلبات المفاجئة ممكن مشكلة في مراسلة أو في طريقة الحوار أو تقلق من مسألة تعليمية أو في أثناء الدراسة لموضوع معين أو بحث عن مسألة أو نقاش مثلا فلسفي ديني ممكن يحدث لك بعض الخلافات خلال هذا اليوم ممكن تنشط بأوراق قانونية أو معاملات أو تهتم لبعض المسائل اللي إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد أو أشخاص أجانب أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة وبرضو على مستوى العمل اللي حابب يقدم العمل أو مقابلة أو مناقش اليوم الفرصة ممتازة وبرضو الأشخاص اللي عندهم رغبة لتحسين وضع عمل معين برضو الأمور بتدعمهم وبتعزز من نقاط قوة ممكن يستفيدوا منها أثناء تعاملهم مع زملائهم أو رؤساهم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فاليوم توقع بعض الخلافات أو تقلب بالمزاج أو استياء من تصرف صديق أو ممكن ظهور بعض المسائل المعقدة اللي ممكن أنك أنت تحتد أو تنشط فيها لحل مشكلة بتتعلق بأحد الأصدقاء فتكون مربكة حاول أنك أنت ما تشحن حالك بطاقة سلبية اشحن حالك بطاقة إيجابية وركز لأنه هاي الأمور بتيجي بشكل متقلب وسريع أما بالنسبة لبيتك 12 تقريبا بيت المتاعب ضاغط فعشان هيك بدك تراعي مسألتين مسألة إلها علاقة بالعمل أو إلها علاقة بتوتر أو عدم القدرة على إنجاز بعض الأعمال يعني تخلي الأعمال تتراكم عندك وبرضو اهتمام على مستوى التقلب الصحي أو المساكل الصحية أو إشي العلاقة بمراجعة طبية إلا أهم منك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تجازف اليوم براحتك وسلامتك برج الميزان طبعا نفسيتك اليوم أحسن مشحن بطاقة عندك يعني تصميم على إنجاز كثير من المهام خلال هذا اليوم رغبة بالتنقلات والحوارات برضو عندك أكثر من مخطط حابب أنك أنت تنفذها خلال هذا اليوم بطاقة إيجابية عالية جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات الصباح فبتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو تنظيم وضع مالي معين من ساعات الصباح بتنشطوا في أمور إلا علاقة بالسفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار يعني في نوع من أنواع الدعم بالحظوظ بتدعمك بشكل جيد خلال هذا اليوم أو ممكن أنك تكون جريء في التعبير عن رأيك وتتمتع بسرعة بديهة وخاطر تلفت النظر الأجواء اللطيفة ممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا هي اللي شوي يعني عمل لها نوع من أنواع الحسابات هي مشكلة عائلية أو معحد أفراد العائلة أو خلاف معين أو تصليحات أو ترميمات أو بتحاول أنك تزبط وضع بطريقة إيجابية على مستوى الوضع العائلي ممكن يهمك موضوع إلو علاقة بمصاريف مفاجئة أو مشكلة شوي بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أو الانتباه أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا جيدة على المستوى العاطفي بتقارب ما بينك وبين الأحبة ممكن تنشط بلقاءات اليوم أو حوارات أو زيارات أو إشي يعني إلو علاقة بالهواي يعني كتابة دراسة حضور فيلم تجميل أشياء من هذا النوع ممكن تهتم فيها بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ما زالت بتشكل نوع من أنواع العقبات أو الخلافات أو الصدمات على مستوى العمل أو على مستوى الصحة أهمش أنك ما تتوسوس وحاول أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد بالنسبة للعمل ما تدخل بخلافات أو نقاشات أو حوارات بالفترة هاي إنجز أعمالك وما تتأخر أما بالنسبة للبيت السابع فهذا اللي بسبب نوع من أنواع المفاجآت والمغامرات والمجازفات أثناء تعاملك مع الشريك شريك المال أو العاطفة فممكن تنفعل أو تتهور أو تعصب أو تطلع كلمات جارحة في بعض الأوقات أو انتقادات تكون لاذعة جدا حاول قدر الإمكانك تضبط أعصابك من ردات الفعل السلبية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تحضب بعض المفاجآت على مستوى الأموال المشتركة ممكن تظهر لك تقلبات أو إرباك على مستوى الأموال المشتركة ممكن ما تمشي الأمور زي ما بدك ممكن نصير بعض التعطيلات على مسائل إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو أمور إلها علاقة ببعض القروض أو سداد بعض الديون تتأجل أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء داعمة على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بأشياء إلها ارتباط بزمراءك أو رؤساءك بالعمل أو بعلاقاتك الاجتماعية أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الضغط أو الاستياء من تصرف أحد الأصدقاء أو إهمال أحد الأصدقاء لرغباتك أو لطلباتك أو لحريتك فممكن أنه يضغط عليك أو يشحنك بطاقة سلبية في لحظاتك بس أنه بده يشكي بده يحملك همومه بده يحملك مآسيه أو يدخل فيه شؤونك فهذا الإشي ممكن يسبب لك نوع من أنواع الاستياء أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا جيدة بتدعمك على مستوى العمل وعا مستوى الصحة فممكن تتعزز بعض النقاط القوية خلال هذا اليوم وممكن تنشط ببعض الأمور اللي لها علاقة بزيارة لعيادة مريض أو زيارة مريض أو مراجعة مستشفى بسبب مريض برج العقرب ما زال ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بوسعكم السيطرة على زمام الأمور حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتظل النشاط عالي جدا بتنهمكوا بأمور لها علاقة بضبط الميزانية متنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك أهمش أنك تكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقشة دعم مالي أو قرض أو تتفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربح معين أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه ما زال فيها نوع من العصبية والحدية ما بتعرف تعبر عن رأيك بسهولة عصبيتك بتظهر على الساحة بتنفعل بتتوتر عصابك مشدودة يعني شوي فيه أشياء مزعجيتك بالفترة هاي ولكن تعبيرك عن رأيك بالانزعاجك في هذا الموضوع ممكن يجي بعصبية فالقبالك ما يستوعب مشاعرك بشكل جيد حاول تركز قدر الإمكان ما تنفعل وما تعصب أهم شيء أنه ممكن تنشط ببعض الاتصالات أو اللقاءات خلال هذا اليوم وممكن تستقبل شكاوى من بعض الأشخاص يشحنوك بطاقة سلبية فهذا الإشي يأثر عليك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة على مستوى البيت تعمل تقارب جيد عائلي ممكن تهتم بمسألة عائلية أو حل مسألة معينة أو اهتمام بمسألة عائلية بشكل إيجابي خلال هذا اليوم وبإشي يدعمك ويطور من قدراتك أو من علاقاتك العائلية ممكن تهتم ببعض التصليحات أو الترميمات أو المشتريات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي ما زالت فيها نوع من أنواع التوتر أو القلق أو الخوف على مستقبل أحد الأبناء أو أحد الأحبة وممكن يهمك مسألة معينة أو خلاف معين ما بينك وبين الحبيب يتفاقم أو شكوك على سلوكيات الحبيب أو أخلاقيات الحبيب أو خيانة الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها برضو فيها نوع من أنواع الضغط بسبب المريخ اللي بسبب توترات على مستوى العمل أو مواضيع بتتعلق بالعمل أو تراكم أعمال أو مشكلة إلها علاقة بالعمل أو الصحة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي بتحدث مفاجئات المفاجئات هي بتسبب نوع من أنواع التقلب بالمزاج أثناء تعاملك مع الشريك أو الحوار مع الشريك وخصوصا شريك العمل أو شريك العاطف اللي هو الزوج بدك تحذر وتنتبه من هاي التقلبات المفاجئة عشان ما يصير فيه خصام أو حدية بالطبع أما بالنسبة للبيت الثامن فالزهرة بتدعمك بشكل قوي على مستوى الأموال المشتركة على مستوى القروض على مستوى الديون على مستوى البنوك ضريبة تأمين أمور إلها علاقة بالميراث إلها علاقة بسداد بعض الديون أو حق لا إلك بالفترة هاي وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين شريك العاطفي أو الزوج فيمنحك بعض الدعم أو بعض التسهيلات لبعض الأمور أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ما زالت يعني بتعمل نوع من أنواع التوتر على مستوى الاتصالات البعيدة إما قلق من شخص خارج البلاد أو قلق أثناء تعاملك مع شخص ممكن هذا الشخص يكون أجنبي عنك أو في خارج البلاد أو من مؤسسة تعليمية أو أمور إلها علاقة بدورة أو دراسة أو مناقشة أو نقاش مسألة معينة فتكون ضغطة عليك بشكل كبير بالفترة هاي ممكن تظهر بعض الأوراق القانونية أو المعاملات اللي شوي ممكن تكون مربكة أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة برضو نفس الإشي منقول لك دير بالك من المجازفات والمغامرات ومخالفة القوانين ما تدخل بنقاشات حدي ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل ما تحتد وما تعصب وما تكبر الأمور الزيادة عن اللزم أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها إيجابية فهي بالدعم من علاقاتك خصوصا ما بينك وبين الأصدقاء ممكن تنشط بزيارة معينة أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو لقاء أحد الأصدقاء اللي بتسعد برفقته أو بملاقاته أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء برضو جيدة بتدعمك على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة وعلى مستوى الرقابة الصحية أو برنامج غذائي أو مكملات غذائية أو اهتمامات في بعض الأمور اللي إلها علاقة ببعض الأشياء التجميلية برج القوس طبعا رح نبدأ من البيت 12 لأنه أوليش القمر موجود في بيت متاعبك لغاية ساعات الصباح فعشان هيك منقول لك التعب هذا اللي أنت بتشعر فيه والإرهاق والتراجع اللي أنت شعرت فيه في الفترة الماضية الضغوط هاي اللي كنت حاس فيها والتقلبات على مستوى المزاج أو ظهور بعض المسائل اللي كانت معقدة من ساعات الصباح أو مع اقتراب ساعات الصباح بتبلش هاي يتزول تمتلك نشاطه حيوية بادر لخطوة جديدة بتدعم مكانتك الاجتماعية الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوح وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاحات أو نجاح باهر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي أنه ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط أو التوتر على المستوى المالي بربكك موضوع مالي أو قرض أو أمور التزامات أو دفعات أو بتتكاثر عليك بعض المخاوف المالية بالفترة هاي أهم شيء أنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي إنها جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتعامل مع أشخاص أو نقاش أشخاص أو مشروع معين أو تسويق لمشروع أو لسلعة معينة ممكن تنشط برضو بالزيارات أو الرحل خلال هذه الفترة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت شيئا ما ولكن بتظهر بعض المسائل المفاجئة أو التوترات أو الخلافات أو النقاشات أو محاولة إقناع أفراد العائلة بمسألة معينة ولكن ممكن طريقة الإقناع تبعتك تكون صعبة شوي أو تسبب بعض الخلافات أو الحدية بالطباع في بعض الأوقات ممكن تنهمك ببعض المشتريات أو المستلزمات البيتية أو العائلية أو الاهتمامات بمسألة ترتيب وضع عائلي معين أما بالنسبة للبيت الخامس فما زال المريخ موجود اللي بيخليك تزمت برأيك أو تصدر قرارات شوي تكون صعبة ممكن تفرض رأيك أو تفرض وجهة نظرك على الأحبة أو تتحكم أو تصدر قرار وتصير عزة النفس أنك ما تتراجع فيه فهذا الإشي ممكن يسبب لك بعض الإرباك أو خلاف أو صدام ما بينك وبين أحد الأحبة خصوصا الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالبيت السادس يدعمك بشكل جيد على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة في خلال هذا اليوم ممكن تظهر بعض المسائل الجيدة اللي تساعدك وتدعمك على مستوى العمل وبرضو ممكن تراقب صحتك أو تراجع طبيب أو تطلع نتائج جيدة ولكن أهم شيء أنك تنتبه للتقلبات بعض أشخاص موليد برج القاوس بدهم ينتبهوا من التقلبات اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ إلها علاقة بصحتك أو صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الشراكي فممكن تقارب ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج ممكن تحلوا مسألة معينة أو تتقاربوا بمسألة معينة أو تتفقوا على حل على مسألة معينة ممكن أوراق قانونية تكون لصالحك أو نتيجة لقضية قضائية اليوم إذا صدرت نتيجتها تكون لصالحك أو الجلسة تكون لصالحك أما بالنسبة للبيت الثامن فعطارت بربك بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة فعشان يكب تسبب إرباكات أو تقلبات أو حدية ممكن شوي تنزعج من بعض التصرفات أو من بعض الأعطال اللي إلها علاقة بالوضع المالي المشترك يعني زي بنك ضريبة تأمين أوراق قانونية معاملات قروض ديون أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فالشمس برضو بتضغط على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو قلق على شخص خارج البلاد أو قلق أثناء تعاملك مع شخص أجنبي فممكن تهتم ببعض الأوراق القانونية أو المعاملات بشكل جيد وممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بدراسة أو بثقافة أو بنقاش علمي في مسألة إلها علاقة بالدين أو الفلسفة بالفترهائي أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة جيد بيدعمك بقوة بيعمل تقارب جيد ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل أو علاقاتك فممكن حد يساعدك في مسألة معينة أو يمد يد العون لإلك أما بالنسبة للبيتك 11 بيتك 11 برضو بيدعمك على مستوى علاقاتك وأصدقائك وبعمل تقارب ما بينك وبين الأصدقاء فممكن تحمل لك هذه الفترة لقاء أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين أو تعامل مع صديق في مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء برضو بنقدر نحكي إنها جيدة بتدعمك على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم عندك طاقة عالية جدا وبرضو عندك اهتمامات على المستوى الصحي أو التجميلي خلال هذا اليوم وبرضو بتكون لصالحك برج الجدي بالنسبة للبيت الأول تقريبا الأجواء جيدة خلال هذا اليوم لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح شوي بيصير فيه نوع من أنواع الضغط فبتكون تنتبهوا من التوترات أو الأعطال أو الأمور اللي ما رح تمشي مثل ما بدكم بتحس إنه في طاقة سلبية عالية جدا موجودة بتأثر عليك بتضغطك بتسيء لك بعض الأشياء أو بتسيءك بعض التصرفات أو الأحداث خلال هذا اليوم حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان عشان تتجاوز هاي الضغطات بشكل عقلاني أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى المالي وممكن تظهر بعض المسائل المالية أو تحقق بعض المكاسب خلال هذا اليوم أو من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو إشي أموال لإلك بتستردها في رح تتم ببعض المسائل كمشتريات ولكن حاول إنك ما تجازف بأشياء أنت مش بحاجتها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى نبتن بدعمك بشيئا ما بنقاط ولكن إنه برضو بخوفك من بعض المسائل بخليك تغامر وتجازف وتتشكك من بعض الأشياء ما تشك بقدراتك عندك قدرات عالية بتقدر تنجز كثير من المهام تقدر تسيطر على حالك ما تستسلم للأوهام والحالات النفسية وتقلب المزاج ممكن تنشط بالاتصالات أو الحوارات خلال هذا اليوم ولكن ابعد عن العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا المريخ ما زال بضغط على مستوى البيت فعشان يكفي مشاكل عائلية أو مشاكل بيتية أو منزلية أو أعطال أو أمور إلى علاقة بالعقار أو بالبيوت أو بأشياء من هذا القبيل حاول قدر الإمكان إنك ما تستسلم وما ترضخ لهذه الضغوط حاول ترتبها بشكل جيد بدون عصبية وحدية ممكن تنشط بأكثر من مسألة مع بعض خلال هذا اليوم أو بحل مشكلة عائلية معينة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا أورانوس بحدث مفاجآت على المستوى العاطفي أو أثناء تعاملك مع الأحبة فعشان يكبدأك تكون مهيئة نفسيا وتكون عارف إنه أي ضغوطات مفاجئة هاي جاي عشان تسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو القلق على حبيب أو على أحد الأبناء أو أحد الوالدين فحاول ما تخلي هاي سيطرة السلبية إنها تأثر عليك بشكل كبير وما تضعف وتحتد وتعصب أما بالنسبة للبيت السادس فالزهرة بتدعمك على مستوى عمل أو عمل جديد أو العمل أو إنجاز بعض الأعمال أو اهتمام بشأن إلو علاقة بالوضع الصحي يعني ممكن تراقب وضع صحي معين أو تهتم بمسألة صحية معينة خلال هذا اليوم أو مراجعة طبية أو اهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بصحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فعطارت بحدث بعض المشاكل أو الخلافات أو التقلب بالمزاج أو العصبية المفاجئة أثناء تعاملك مع الشريك شريك المال أو شريك العاطفة فممكن شوي تستاء من تصرف معين أو تحتد أو مثلا تصلك معلومة معينة إلها علاقة بالزوج أو موضوع فأنت تحتد وتعصب وتكبر الخلاف أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بعط المسائل اللي إلها علاقة بالبنك أو الضريبة أو التأمين أو بأجلها أو ممكن موضوع قرض ما يمشي معك بشكل سهل أو موضوع بنكي مثلا أو وراء قانونية معاملات يعني تكون بدها إعادة المحاولة أكثر من مرة لا تمشي معك مثل ما بدك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها يعني جيدة بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصلك مع أشخاص خارج البلاد وممكن الاهتمام بمسائل علمية أو نقاشات أدبية فلسفية أو دينية في منكو رح يتواصل مع شخص أجنبي أو شخص خارج البلاد على مسألة معينة وفي منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالسفر أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة إما بتعزز من سمعتك وبتقارب ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل والفترة هاي جيدة برضه للي بدهم يدموا على عمل أو يدعموا من مركزهم في مكان عملهم أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة برضه على المستوى الاجتماعي وبتدعمك ما بينك وبين الأصدقاء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء لغاية ساعات الصباح ولكن إنه بدكوا تنتبهوا من بيت المتاعب لأنه القمر رح يصير في بيت المتاعب فشوي هنا بدكوا تنتبهوا بشكل جيد على صحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بدك يعني شوي تنتبه لأنه بتهدأ وطيرتك إلى حد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش إنك ما تحسم أمر الفترة هاي سلبية ومخيبة للأمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها برج الدلو طبعا الأمور بتظلها شوي متقلبة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشحن بطاقة إيجابية عالية جدا بتساعدك على إنجاز كثير من المهام الإجتماعية أو اللقاءات أو التعاون مع أشخاص أو حل مسائل كانت معقدة بالفترة الماضية ممكن أنه الركود اللي تسبب من الفترة الماضية اليوم تجد بعض الحلول لا إله أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ما زالت فيها ضغوط على المستوى المالي صحيح ممكن تجيب لك بعض الفرص المالية من عمل إضافي أو مستردات أو هبات ولكن بتتراكم عندك الدفعات أو الالتزامات أو ترتيب وضع مالي شوي ممكن يكون معقد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى النقاشات والحوارات والاتصالات وإقناع الأشخاص بوجهة نظرك إذا تخليت عن العصبية بتكون الأمور كلها لصالحك ما في داعي للحدية وما في داعي للتسرع أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت برضو فيها نوع من أنواع التوترات ممكن اهتمام بمسألة بيتية أو خلاف أو طوارئ مثلا أشياء طارئة أعطال أمور عقارية مثلا مشاكل بتتعلق بصحة أحد أفراد العائلة أهم مش أنك تخلي فيه تقارب ما بينك وبينهم أما بالنسبة للبيت الخامس فالزهرة ما زال بيعطيك طاقة إيجابية على المستوى العاطفي وبيقارب ما بينك وبين الحبيب فممكن تحل مسألة معينة أو تتقارب أو تتلاقى مع الحبيب في مسألة معينة وممكن أنه تكون لك اهتمام بالحبيب أو بأحد الأبناء أو أحد الوالدين وممكن الحظ يدعمك في بعض المسائل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ما زالت متقلبة على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فعشان هيك بتظهر بعض المسائل المربكة خلال فترة هاي أو توترات أو تقلبات ممكن بيصير بعض المشاكل على مستوى العمل أو تظهر بعض الأشياء الصحية اللي تكون مربكة بالنسبة لإلك وتكون بحاجة لمراجعة الطبيب أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا ضاغطة على مستوى بيت الشراكي ما شيء بتعزز من شراكتك وطريق التعاملك مع الشريك شريك المال أو العاطفة ولكن طاقتك سلبي فعشان هيك ممكن تنفعل وتعصب وتصدر قرارات صعبة بالفترة هاي تكون مش لصالحك ولا لصالح الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بتحسين وضع مالي أو داعم أو قرض أو مساعدة أو شريك جديد أو أمور إلها علاقة بالأوراق والمعاملات القانونية ممكن تتعطل بعض المسائل ولكن إن كررت المحاولة بتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا تدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة أو الحوارات أو النقاشات الفلسفية أو الدينية أو أمور إلها علاقة بالتعاون مع أشخاص أجانب أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بينصب اهتمامكم حول الدفع بمصالحكم في مجال العمل وتدعيم مركزكم الاجتماعي حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر بنتقل للبيت 11 فبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة بتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح بتفرح لو قف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جنبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك أما بالنسبة لبيت المتاعب فبدك تكون حذر من بعض التقلبات المفاجئة اللي بتيجي على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة ما تخلي أعمالك تتراكم ما تدخل بخلافات ولا نقاشات ولا حوارات حادي وبرضو في نفس اللحظة راقب وضعك الصحي إن شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك والتزم بأدويتك وما تهملها برج الحوت ورغم وجود القمر في البيت التاسع اللي بيدعمك وبعطيك طاقة إيجابية إلا أنه يعني نبتن وتراجعه عندك شوي بأثر على نفسيتك وبيقلب المزاج عندك وبيخليك تتخذ قرارات شوي ممكن تكون متسرعة أو تكون مش مدروسي أو تكون مش لصالحك فعشان هيك بحاجة أنت لشحن حالك بطاقة إيجابية عالية وبالمقابل بحاجة لأنك أنت ترتب وضع معين بتعلق بأمورك النفسية حاول تطلع من الجوهد حاول تغير اطلع لو تمشي بالشارع المهم أنه اشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ضاغطة ما زالت على المستوى المالي بتحملك مصاريف ودفعات أو قلق من وضع مالي معين أو مربك ممكن يظهر بأي وقت ممكن مسألة مطالبة أو التزامات أو بتتكاثر عليك الرغبة في أمور العلاقة بصرف الفلوس أو الإصراف أو المشتريات الغير مبررة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها بتحمل تقلبات أو مفاجآت على مستوى العصبية يعني فجأة بتكون أنت طبيعي ما في أي شيء بكلمة بتخليك تولع نار وتعصب وتطلع كلام بدون تركيز احذر من الكلام الجارح وتوجيه الاتهامات بالفترة هاي برضو أثناء نقاشاتك وحواراتك بدك تكون مركز إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد وأثناء تنقلاتك بدك تنتبه وأثناء ركوبك للسيارة أو تنقلاتك بالسيارة بدك تكون حذر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت جيدة يعني ما زالت الأمور لصالحك بتدعمك على المستوى العائلي وعلى المستوى البيتي على مستوى عقارات بيوت ترحيل شراء بيت تعمير بيت تصليحات أثاثي جديد كلها هاي الأمور بتدعمك بالفترة هاي حتى التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة جيد أما بالنسبة للبيت الخامس فعطارد اليوم توقع أنه يحدث لك بعض الخلافات أو النقاشات أو المشاكل ما بينك وبين الحبيب ممكن تتوتر علاقة عاطفية معينة ممكن تستاء من تصرف معين ممكن تدخل بنقاش حاد بين بينك وبين الحبيب هذا الإشي يزعجك ما تخلي تصلبك بالرأي أو ردة فعلك الأولى هي اللي تصمم عليها وتأخذك العزة بالإثم حاول أنك ما توجه اتهامات صعبة ولا تكبر الأمور ما بينك وبين الأحبة وخصوصا ما بينك وبين الحبيب أو أحد الأولاد أبنائك أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فما زالت الأمور بالفترة هاي ضاغطة على مستوى العمل على مستوى الصحة فبتحدث بعض المشاكل اللي إلها علاقة بالعمل أو تأخير العمل أو تراكم العمل عندك أو مجازف على مستوى العمل بتكون صعبة ولكن اللي بيظهر بالمقابل اللي هي التقلبات الصحية أو التعب أو الشعور بالإرهاق أو مرض معين هيك بحاجة لطبيب أو أدوية معينة أو اختلال مثلا بمسألة إلها علاقة بالضغط إلها علاقة بالسكر بارتفع بصير مشاكل في هاي الأمور بدك تكون حذر منها برضو مشاكل الأعصاب بدك تكون منتبه منها أكثر أما بالنسبة للبيت السابع فهو بيعزز علاقتك مع الشريك وبقارب ما بين رأيك ورأي الشريك بالفترة هاي فممكن يصير عمل مشترك أو حل مسألة معينة أو إذا كان النقاش بهدوء إذا كانت النقاش بحدية فطبعا أكيد رح يصير فيه نوع من أنواع المشاكل ممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بالأوراق القانونية أو القضايا القضائية أو متابعة إجراء قانوني أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك على مستوى الأموال المشتركة والسلف القروض أمور البنوك الضريبة التأمين كلها هاي أمور جيدة حتى أموال الشريك بالفترة هاي شريك المال أو شريك العاطفي برضو بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا القمر موجود فبتظل عندكم رغبة بالاتصالات أو الحوارات مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بقضايا علمية أو أدبية أو رغبة بأمور العلاقة بالسفر أو للشراء أشياء من خارج البلاد في ساعات الصباح بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية حافظ على إنجازاتك القائمة هدئ من روعك وما تنفعل وتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرار وضعك وسمعتك وخصوصا أن القمر رح يكون في بيتك العاشر بيت السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا ما زالت الأجواء مخيبة للآمال من الأصدقاء أو من أحد الأصدقاء ممكن تستاء أو ظل في نوع من أنواع الحدية أو الغضب أو موضوع ظل ينفتح العلاقة بأحد الأصدقاء حاول قدر الإمكان ما تفاقم الأمور اللي يعني المسألة لها فترة معينة وبعدها ترجع الأمور طبيعية ولكن ما توصل هاي المرحلة لقطيع ما بينك وبين صديق بقرار وما تقدر تتراجع عنه أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الصحة وعلى مستوى العمل فممكن تنجز أعمالك ويكون عندك رغب لإنجازها وعدم تراكمها عندك وممكن تهتم ببعض المسائل الصحية أو مراجعة الطبيب أو اهتمام بأدوي معينة أو بصحة أحد الأحبة أو زيارة مريض أو تفقد شخص في مستشفى مثلا هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء يا رضا الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر